اشتركوا في القناة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومن هذا المنطلق تعمل مملكة البحرين على دعم الجهود الرامية إلى دعم السلام في المنطقة والعالم وحفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الدولية بين الأمم وتحقيق التعاون الدولي استهداء بمثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلاة وانطلاقا من النهج الحكيم لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين لترسيخ القيم والمبادرة الإنسانية النبيلة كالتسامح والتعايش السلمي والإيخاء والتعاون والسلام بين شعوب العالم ومن خلال تأسيس الآليات والمبادرات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف السامية مثل إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتأسيس جائزة الشيخ عيسى لخدمة الإنسانية وإصدار إعلان مملكة البحرين وإنشاء كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامع سبيانزا الإيطالية وأكد سعادة وزير الخارجية في كلمته أن مملكة البحرين تعتز بجهودها المتواصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة والتشريعات النافذة وقال سعادته أن الحكومة حرصت على التصدي لجائحة فيروس كورونا وبشكل مدروس وفاعل مع مراعاة كافة النواحل الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وتعتز بمملكة البحرين بجهودها المتواصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة والتشريعات النافذة والتزام منها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرصا على بناء مجتمع تسود فيه مبادئ دولة العدالة والقانون والمؤسسات والعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان والنهوض بسجل المملكة الحقوقية السيد الرئيس ان الظروف الاستثنائية العالمية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا كوبرد نايتين والآثار السلبية التي خلفتها وضعت دول العالم أمام اختبار صعب تجاه توفير الوقاية اللازمة لضمان حماية الإنسان والحفاظ على صحته وسلامته وفي إطار توجيهات جلالة الملك المفدة حرصت حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على التصدي لهذه الجائحة وبشكل مدروس وفاعل مع مراعاة كافة النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ووضعت في مقدمة أولوياتها المحافظة على حق الإنسان في الصحة والسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر